اشتركوا في القناة في منزلة الدبران وهي منزلة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يمكث القمر فيها حتى تمام الساعة الثلاثة وثمانتاشر دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والأعمال والأشياء مثل هيك وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر الآن موجود في برج الثور وبما أنه موجود في برج الثور مثل الأيام الماضية منظل نشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء عقار أو استئجار بيت أو ترميم بيت أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أو مع الأسرة بالنسبة للزوايا البطيئة اللي بتأثر علينا خلال الفترة هاي طبعا ضروتها ما بتكون صارت أو لسا بدها تصير فعشان هيك هي زوايا هاي بتأثر تأثيراتها مستمرة أول زاوية مثل زاوية التسديس الإيجابية اللي هي بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا ذروتها يوم عشرين اتناعش قبل انتقال الشمس للجدي بيوم ولكن انه من الآن في إلها تأثيرات ومستمرة تأثيراتها لغاية أربعة وعشرين اتناعش بتدفع بحضوظنا بصورة عامة على المستوى الشخصي والنفسي والاجتماعي والمهني يعني بتعطينا نوع من أنواع الحضوظ الإيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس مونفصلة بين الزهرة وبين المريخ وهاي مستمر بتأثيرها لغاية تسعتاش اتناعش بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهي ذروتها يعني صارت فتأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثلاثين اتناعش بشكل ممتزج احنا منسميه فعشان هيك بتخلق جو عام من الساعدة من ناحية عاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابيا لأنه بتدعم في هاي الفترة أكثر وبتتعزز أكثر وأكثر أما بالنسبة للسلبية لهاي زاوية اللي بتخلينا شوي نكون عنيفين في تصرفاتنا وفي مزاجنا وفي ردودنا ومنكون عدوانيين وبرضو ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وبسبب خلافات أو بتسبب بعض الخلافات حتى في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي بدء زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس من أيام طبعا هاي زاوية مستمرة لغاية يوم 13 واحد كتأثير مباشر بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل ومور إلها علاقة بالطائرات وسكاك الحديد يعني لاحظنا كثير من الأشياء هاي صارت في الأيام الماضية وبتدل كذلك على إضرابات وأشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون الساعة 21 دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كلفا والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و28 دقيقة ظهرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الظهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و13 دقيقة بعد الظهر بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة لآخر زاوية رح تصير اليوم قبل خلو المسار هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 4 و8 دقائق مساء يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا كل الساعات المذكورة هي بتوقيت جرينج بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ في تمام الساعة 8 4 و8 دقائق مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و42 دقيقة مساء بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهمة لتوقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8 و42 دقيقة مساء بتوقيت جرينج القمر بيكون خلاص انتقل واستقر في برج الجوزة من ساعات المساء نشعر أن الفترة هاي صار فيها نوع من أنواع النشاط ومننشط إحنا في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا مثل الأيام الماضية مناطق الرقبة يعني بمعنى آخر العنق والحنجرة والحبال الصوتية الغد الدرقية الوزتين تفاحة آدم هذه كلها المناطق يعني أكثر حساسية حتى الفقرات في العمود الفقري في الرقبة فعشان هيك هاي الأعضاء لازم نوفر لها العناية اللازمة أو العناية الإضافية لا ينصح لإجراء عمليات جراحية لهاي الأعضاء تحديدا خلال هذا اليوم ويوصى بإجراء عملية جراحية إذا أنتم بحاجة للعملية الجراحية لباقي أعضاء الجسم طبعا يوم جيد لغاية ما قبل خلوق المسار لا أمور التجميل مثل الحقن والجراحة لا تصلح لإزالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وتصلح للقص العلاجي طبعا إذا مضطرين للتجميل إذا مش مضطرين يفضل تأجيلها لأنه بدلشت تأثيرات تراجع الزهرة الآن تأثر على الجميع والحلقة صارت موجودة على القناة اللي حاب يستفيد من المعلومات اللي فيها بالنسبة لمطعوم كورونا مناسب اليوم لأخذ بعين الاعتبار اللي هو خافضات الحرارة أو المسكنات البسيطة مثل البندول أو البرازيتمول 500 حبتين كل 6 ساعات لمدة ثلاث أيام ما الأشخاص اللي فوق الأربعين سنة حبت أسبرين مميع للدم كل يوم لمدة ثلاث أيام بيكون أفضل بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء رح يستقر في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد تسعتاش اتناعش بيبدأ في تمام الساعة ستة ودقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وواحد واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل 12 يوم في تمام الساعة 12 و45 دقيقة يعني بتوقيت جرينش بعد الظهر بيصبح 13 يوم نسبة الإضاءة 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيدة بنسبة 45% طبعا في حلقة اليوم نزلت عن الشمس عن الانتقال من القوس للجدي صارت موجودة على القناة القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يستمر في برج الجوزاء لغاية يوم 19-12 طبعا اليوم منتزج ومتقلب في مزاجه فهو الان مثلا منتحس بنسبة 10% في ساعات الصباح الباكر بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات العصر برجع منتحس بنسبة 10% فهي منسميها منتزج يعني متقلب في مزاجه عطارد في الجدي حتى يوم 2-1 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 45% الآن ولكن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% المريخ في القوس حتى يوم 24-1 منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زال هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتنا الأغلب هاي الفرص بتيجي من عمل إضافي ممكن اليوم تهتموا ببعض المسائل المالية وتعلجوا استحقاق مالي أهم شيء أنه اليوم لأنه القمر ممتزج بطباعه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل منحوظ أهم شيء أنكم تتفائلوا وتتحركوا بالأمور المالية ولكن بدون تهور برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط طبعا القمر الآن ألقى بنوره كامل على برج الثور فبتقدروا اليوم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة لتتشجع لمواجهة وخصوصا إذا كان في ضغط كبير عليك اليوم تقدر تنجز هاي الأمور بتمارس إدارة قوية مع اندفاع وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات في ساعة المساء الاهتمام رح يصير على الأمور المالية برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بيتطلب منكو هذا اليوم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا انكو تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاولوا انكو اليوم ما توقعوا على عقد ولا تبدأوا بعمل جديد وهاي فترة فارغة من الحظ حاولوا انكو تحللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء قدر الإمكان لا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك تعتبر هاي الفترة لأنه القمر في بيت المتاعب وممتزج برضو من أسوأ أيام الشهر في ساعات المساء الأجواء بتصير أفضل لأنه القمر رح يصير عندك برج السرطان بظل النشاط الإجتماعي هو أكثر شيء مسيطر عليكم اليوم فعشان هيك اليوم تسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أهم شيء ما تبقوا وحيدين ظروف واحدة بتعاطف وتأييد لتحركاتكم بتفرحوا بدعم من جهة ما يعني الأجواء تقريبا دعم لإلكم ولكن بتشعروا أن طاقتكم بدأت تتراجع مع ساعات المساء القمر رح يصير موجود في الجوزاء في بيت متاعبكم فبتكونوا حذرين وتنجزوا اللي بتقدروا عليه قبل خلو المساء برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم إشي اليوم ما تتدمروا من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة ولكنها فترة مهمة حاولوا أنكم ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم بدكوا تسيطروا على أعصابكم قدر الإمكان حتى لو شعرتوا بالانزعاج طبعا القمر بما أنه موجود في بيت السمعة معناته هاي فترة امتحان لإلكم يعني في ساعات المساء بعد انتقال القمر بعد خلو المسار للجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبصير فيه نوع من أنواع التواصل الاجتماعي أو اتصالات مع الأصدقاء برج العذرة بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور الهعلاقة بالسفر والاتصالات أو ترتيب أمور الهعلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو مراسلات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير الفرص خصوصا للنجاح جيدة وبشكل كبير وبتكون واضحة وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيصهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الجهات معك فيها سفر محتمل لبعض الأشخاص من برج العذراء وبرضو في ساعات المساء بتصير القمر في بيت السمعة العلاقات الاجتماعية بتصير تلعب دور كبير برج الميزان بتظل الفرص يعني بتدعو لفرص لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم اليوم بتكون بحاجة للرعاية بتكون تسارعوا لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة تصرف الأهم إشي اليوم بدون تباطؤ يعني بدك تحجل في إنهاء كثير من الأمور وخصوصا في مجال تصحيح الأوضاع أو تصحيح الأخطاء بتقدر برضو اليوم تعيد بعض الأمور للنصابها في منكو رح ينشغلوا بمعاملات أو أوراق ولكن في ساعات المساء رح يصير في اتصالات مع جهات خارج البلاد أو أجانب أو تهتموا ببعض الأمور أو الأوراق أو المعاملات برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسع كل يوم تعزيز شراكاتكم خصوصا المالية والعاطفية اتجنبوا الإنفعال أو الإنفعالات اللي ممكن تخفي عداوي لا سيما مع الإدارات والمسؤولين وبحذركم من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنه اليوم كله رح يكون في نوع من أنواع الضغط عليكم وخصوصا القمر مقابلكم قلوا مسار متقلب في مزاجه فعشان هيك بدك تنتبه أنت الحلقة الأضعف كل هذا اليوم لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء شوية بتتحسن لأنه القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبيصير اهتمامك بالأموال المشتركة برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه بتقدروا اليوم تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة أهم شيء أنكم ما تلتهوا بأي أمور ومن المستحسن أنه تبدأ بعملك باكر لأنه إذا أردت نتائج مرضية لازم تكون نشيط فترة مثمرة وسعيدة ممكن تتلقى نتائج لجهودك السابقة وتنطلق في مرحلة جديدة الأجواء إجمالاً فيها نوع من أنواع الدعم لا إلك ولكن دك تنتبه على عملك وعلى صحتك في ساعات المساء بتلاقي طاقتك نزلت شوي لأنه القمر رح يتحرك ويصير مقابلة تماماً برج الجديد ما زالت الأجواء جيدة واليوم بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أكثر فأكثر الحضوض بتدعمك وبوسعكم برضو ممارسة نشاط فني أهم شيء ما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت للأحباء ابتنموا بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بالتأثير عليك وبرضو لا تسمح لوسواسك وتقلب مزاجك بإنه يأثر على علاقاتك فلا تفرض رأيك عليهم وما تدخل صدام معهم في ساعات المساء لأنه القمر بدو ينتقل للبيت السادس فعشان هيك بدك تنتبه شوي لصحتك وتنتبه برضو لإنجاز أعمالك برج الدل القمر ما زال موجود في البيت الرابع فعشان هيك بيظل الاهتمام بالشؤون العائلية هو اللي بيشغل فكركم فعشان هيك بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن اليوم تنشغلوا بمسائل عائلية أهم شيء إنكم ما تتركوا أي شخص يحبط طموحاتكم أو يتدخل في شؤونكم بدكوا تحذروا من الخلافات وحاولوا إنكم ما تضخم الأمور شوي بتبدو مرهفين الحس ومتوترين شوي بسبب قلق ما برضو الفترة هاي في بعض الأفكار اللي إلها علاقة بالسفر أو علاقة في خارج البلاد أو أشخاص خارج البلاد برضو بتحمل نوع من أنواع الارتباط ولكن متكوا تحذروا طيلة النهار من بعض التقلبات الصحية في ساعات المساء الأجواء بتصير أفضل لأن القمر رح ينتقل ويصير في بيتك الخامس برج الحوت بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتقدروا اليوم تحافظوا على الموضوعية والهدوء والرصانة أكثر فأكثر فعشان هيك بتكون تحصنوا أنفسكم بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وقوة بالأفكار والأعذار وبتتمتع بالدنماكية وحماسة عالية جدا في ساعات المساء رح تهتم ببعض الشؤون المنزلية أو البيتية أو العائلية أكثر يابيكون عندك لقاء يابعض التصليحات والاهتمامات العائلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء